اهلا بكم مشاهدين الكرام إلى نشرة الأخبار من قناة حضر موت والبداية مع أبرز العنوين محافظ حضر موت يناقش سبل تطوير برامج ومناهج كلية الشرطة بحضر موت بعثة الحج اليمنية توقف متعهد لعاشة الحجاج وتستبدل آخر به لتأخره عن موعد وجبة غذاء الحجاج شهداء وإصابات بقصف الاحتلال على مخيم البريج وأكثر من خمسة عشر ألف طفل فلسطيني استشهدوا في غزة ومن الإجازة للتفصيل أهلا بكم ناقش محافظ حضر موت مبخوت بن ماضي بالمكلة مع مدير كلية الشرطة بحضر موت العميد ركن صالح التميمي أوضاع الكلية وسبول تطوير برامجها ومنهجها التعليمية كما ناقش اللقاء التحضيرات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي للدفعتين الثانية المستوى الثالث والثالثة المستوى الأول اطلع محافظ حضر موت مبخوت بن ماضي بالمكلة على مجموعة المشاريع التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المحافظة وتستهدف مشاريع المساعدات الغذائية المنفذة للسكان المتضررين في اليمن أربع مديريات هي رما وثمود وألعبر وحجر بالإضافة إلى مشروع سند لرعاية الأيتام المتأثرين من الصراع في اليمن ويستهدف مدينة المكلة كما اطلع المحافظ على مشروع الأضاحي الذي يمويله مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي يستهدف مدينتي المكلة وسيئون ومشروع رعاية الأيتام الشاملة في اليمن قام وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمر مختار الرباش بزيارة ميدانية مفاجئة لمطابق لعاشة المتعهدة في تقديم وجبات الحجاج بمكة المكرمة وأثناء نزوله الميداني لاحظ وكيل الوزارة تأخير أحد متعهدي لعاشة لوجبة غذاء الحجاج عن موعدها المحدد مع عدم التزامه بمعايير الخدمة المتفق عليها مع وكالات الحج المعتمدة ما أدى إلى إلغاء تعاقده واستبدال متعهد آخر به بحسب قوانين الوزارة وتأتي زيارة وكيل الوزارة في إطار توجيهات وزير الأوقاف والإرشاد محمد شبيبة بالرقابة الشديدة والالتزام الكامل بالعقود المبرمة بين وكالات الحج ومتعهد الخدمات المقدمة للحجاجة لتفاصيل أكثر حول هذا الخبر ينضم إلينا من مكة المكرمة موفد قناة حضرموت الفضائية الزميل سعيد بكر سعيد هل بالإمكان أن تطلعنا على تفاصيل أكثر لما حدث؟ نعم طبعا هذا هو الخبر اليوم الذي طبعا أشغل كثير من وسائل الإعلام وكذلك أيضا المواقع الإلكترونية هنا أيضا بخصوص هذا الخبر والتفاصيل وزارة الأوقاف والإرشاد اتخذت مجموعة من الإجراءات أصارم بشأن المخالفين من الوكالات وكذلك تقوم بعمليات ونزولات ميدانية مفاجئة لسواء الفنادق التي تأوي حجاج بالتله الحرام من اليمنيين وكذلك أيضا الوكالات التابعة لها للمزيد أيضا من هذا الخبر والاستفسار حوله ينضم أيضا معي هنا في نشرة هذا اليوم الأستاذ صلاح الدين الأسدي المسؤول الإعلامي بوزارة الأوقاف والإرشاد أستاذ صلاح هذا الخبر اليوم ما الذي حدث بالتفصيل وأيضا لماذا تتم هذه الإجراءات الصارمة بداية تحية لقناة حضرموت التي رفقتنا منذ اللحظة الأولى في تعطية توافد حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة من سيئون من حضرموت بشكل عام في المنفذ فتحية التقدير لك وليز ملائك الأكارم فيما يخص الإجراءات الصارمة التي اتخذتها وزارة الأوقاف اليوم بحق متعهدي الإعاشة فقد كان هناك نزول ميداني زيارات مفاجئة وهي زيارات دائما تكون بها وزارة الأوقاف والإرشاد من وزير الأوقاف والإرشاد من وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة من اللجان الميدانية من اللجان الرقابة هناك زيارات بشكل دائم فعندما كانت زيارة الدكتور مختار رباش وكيل الوزارة للقطاع الحج والعمرة إلى أحد المطابق المتعهدة بتقديم الوجبات لوحظوا أن هذا المطبخ يتأخر في تقديم وجبة الغداء عفوا لوحظ هل من شكاوى من قبل الحجاج أم أن الوزارة هي التي أجرت على ذلك الوزارة لديها لجان ميدانية كما قلت لك ولديها أيضا مندوب في كل هذه الأبراج هناك مندوب من الوزارة موجود وهو أيضا قريب من الحجاج وأي شكوى تصل من الحجاج إلى مندوب الوزارة ومندوب اللجان الميدانية يطلعنا مباشرة إلى غرفة العمليات ونحن نتخذ الإجراءات المباشرة في زيارة اليوم فجرا كانت هناك زيارة لأحد المطابق ووجدت أيضا هذه الملاحظات أيضا وجد أن الطعام والوجبات غير مطابقة لما تم التوافق عليه هي موجودة هو طعام مقبول لكنه غير مطابق لما تم التوافق عليه من جودة عالية ويعني تقديم رائع وجميل لكن هذا أيضا جعل الوكالة تبحث عن مطعم آخر وبحثت عن مطعم آخر وأشعرت الوزارة الوزارة مباشرة اتخذت إجراء فوريا بإيقاف هذا المتعهد التقديم متعهد الإعاشة وحالت ملفه إلى الجهات المعنية والجهات المختصة وبدأت بالتعاقد مع مطبخ جديد توافقت عليه الوكالات كون الوزارة دورها دور رقابي دور إشرافي دور التوافقات والاختيار يكون من قبل الوكالات لهذه المطابق إذن شكرا جزيلا لكم أستاذ صلاح وإذن كانت هذه هي تفاصيل هذا الخبر عودة إليكم أيضا هناك في أستجهات القناة بحضرة ممت شكرا لك زميلي سعيد ولضيفك الكريم أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالعاصمة الموقتة عدن مشروعين تنمويين لدعم قطاع الصحة في اليمن ويشمل المشروعان وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء وتجهيز مركز تأهيل الأطفال المعاقين في محافظة عدن وتدشين مشروع دعم الخدمات الطبية الطارئة والحرجة في ست محافظات هي عدن ولحج وأبين وتعز وشبوى والضالع فيما يشمل مشروع دعم الخدمات الطبية الطارئة والحرجة تسليم 15 سيارة إسعاف دعما لقدرات المراكز والمستشفيات في عدد من المحافظات ورفع قدرات قطاع الصحة اختتم مركز أمل حضرموت للتدريب والتأهيل التابع لمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل بالمكلة التدريب المهنية في مجال أعمال الجبس والشموع ضمن برنامج الحياة عمل في نسخته الثالثة عشرة الذي تمويله مؤسسة حضرموت تنمية بشرية واستفادت من التدريب ثمان عشرة من النساء والفتيات من المتعافيات والناجيات من مرض السرطان مع ذويهن من مناطق مختلفة بالمكلة من خلال بناء قدراتهن المهنية والمالية والتسويقية وتزويدهن بمعدات المهنة ناقش الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوى عبد الربو هشلة مع نائبي مدير مكتب الصحة علي العريف وسالم بن سريع أو ضاع مكتب الصحة بالمحافظة كما ننقش هشلة مع عميد فرع معهد أمين ناشر للعلوم الصحية بلعيد البوحر سير العملية التعليمية بالمعهد وأبرز الصعوبات التي يواجهها والعمل على معالجتها استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بقصف صاروخي من طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا بمخيم البريج وسط قطاع غزة وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت أربع أبراج سكنية في مخيم البريج وسط قطاع غزة كما استهدفت قوات الاحتلال برج المغاري السكني بصاروخ على الأقل وبرج الأحلام مما أدى لإصابة خمسة فلسطينيين جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى من ناحية أخرى قالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية إن أكثر من خمسة عشر ألف طفل فلسطيني استشهدوا منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة غالبيتهم من طلبة المدارس ورياض الأطفال إضافة إلى أربعة وستين طالبا من مدارس الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وأشارت التربية إلى أن الاحتلال دمر المدارس ورياض الأطفال واستهدف المدنيين من ذوي الأطفال وقتلهم وهجرهم قصرا واعتقلهم وحرمهم من المأكل والخدمات الصحية وغيرها من الانتهاكات الخطيرة وطالبت التربية المنظمات والهيئات الأممية والمؤسسات المدافعة عن الأطفال والحق في التعليم إلى وضع حد للانتهاكات المتصاعدة عقف الجرائم التي يقترفها الاحتلال بحق الأطفال والطلبة والكوادر التربوية والأكاديمية خطفت إحدى التلميذات في ليبيا الأنظارة بعد أن خاضت امتحانات شهادة مرحلة التعليم الأساسي وهي تعاني من متلازمة تسمى أطفال القمر وكان رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة استقبل التلميذ فرح سالم مبديا إعجابه الشديد بإصرارها على تحقيق أحلامها رغم التحديات الصحية ومشيدا بالدعم الكبير الذي تقدمه عائلتها ويبلغ عدد التلميذ الذين يعانون من نفس المتلازمة ثمانية عشر تلميذا على مستوى ليبيا وأثارت قصة فرح تفاعلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي حيث أعرب الناس عن تعاطفهم ودعمهم الكبير لها وانهالت التعليقات المشجعة والداعمة لتلك الطفلة الشجاعة التي أثبتت أن لا شيء يمكن أن يقف في طريق الأحلام يذكر أن متلازمة أطفال القمر هي حالة تشير لواحد من الاضطرابات الوراثية النادرة حيث أن هذه الاضطرابات تقف حاجزا أمام قدرة الجسم على إصلاح أضرار أشعة الشمس على الجسم أو أي مصدر آخر للأشعة فوق البنفسجية وتظهر آثاره على جلد الجسم والعينين والجهاز العصبي ختام النشرة إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أمر محافظ حضر موت يناقش سبل تطوير برامج ومناهج كلية الشرطة بحضر موت بعثة الحج اليمنية توقف متعهد لعاشة الحجاج وتستبدل آخر به لتأخره عن موعد وجبة غذاء الحجاج شهداء وإصابة بقصف الاحتلال على مخيم البريج وأكثر من خمسة عشر ألف طفل فلسطيني استشهدوا في غزة في ختام النشرة مشاهدين الكرام تقبلوا تحياتي وتحياتي فريق العمل ولمزيد من الأخبار تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي آثار درموت تيفي دمتم في أمان الله موسيقى